أهلا بكم مشاهدين مجدداً إلكترو مقام تجربة موسيقية فريدة يلتقي فيها سحر الموسيقى العربية بعالم الموسيقى والأصوات الإلكترونية وهي من تأسيس مياس اليماني ويحيى تلو بالفعل هذه الفرقة أعلنت هذا الأسبوع إطلاق ألبومها الأول الذي يحمل عنوان حضرة أو حضرة ريف وذلك بالتعاون مع أوركستر قطر الفلرمونية يمزج الألبوم النسيج الغني للموسيقى الشرقية التقليدية بالطاقة النابضة للموسيقى الإلكترونية نعم رشيد وحسب ما جاء في أعلان الألبوم فهو يتغنى بالروح الإنسانية وقدرتها على إيجاد الأمل وأيضاً القوة في مواجهة الصعوبات وتكشف كل مقطوعة موسيقية فيها عن قصة آسرة من قصص كفاحنا اليومي على كل حال سبب جلوسنا هنا أننا سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع ضيفينا لكن نستمع أولاً لهذا المقطع من الألبوم ثم نعود للحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحديث أيضاً أكثر عن تجربة إلكترو مقام والألبوم الجديد حضرة ريف يسعدنا استضافة العازف والمؤلف الموسيقي الفنان مياس اليماني أهلاً بك معنا مياس والمؤلف والمنتج الموسيقي يحيى تلو أهلاً مياس البداية معك يعني إلكترو مقام هي دمج موسيقى إلكترونية بمقامات شرقية يعني بالبداية من أين أتت هذه الفكرة؟ هل هي فكرة جديدة؟ الفكرة من أين أجت هو نحن كعرب نعمل موسيقى نحن الموسيقى العربية هي هويتنا ونحن نحب الموسيقى الإلكترونية والمشروع تطلع كنتيجة يعني تلقائية لتجسيد حالتنا نحن كأشخاص بهذا المجتمع التجربة نحن نحن كموسيقى أو تقنيات ما لا معمولة بالهلاء أكيد حتى بالعالم تتقدم الموسيقى إذا بدك الشعبية أو الموسيقى اللي يتمثل مجتمعات معينة بهذه الطريقة ما لا معمولة بالهلاء ويمكن كمان مهارتي أنا ويحيى مهاراتنا الموسيقية تلاقيت بهذا المجال لأنه أنا شوي يعني يعني بعرف أكتر بالموسيقى الشرقية بعرف أكتر بأنواع موسيقية معينة وهو بيعرف أكتر بالالكترونيك ميوزيك فكما هذا ساعد نعمل هذا المشروع بشكله الحالي يعني لطيف هذا التفاهم بينكما كثناء لكن يسأل الله يحيى هل لاقى هذا التفاهم تفاهما لدى البعض نعرف الكثير ينظر إلى مسألة التراث والأغنية الأصيلة واللحة الأصيل بشكل يعني تقليدي يعني ربما لا يتقبل فكرة أن تدخل الموسيقى الإلكترونية على الموسيقى الأصلية هل واجهتم هكذا آراء مثلا متزمتة نحو هذا الموضوع مرحبا أول شيء ما أجانا آراء ضد هذا الشيء بس ممكن في ناس ممكن فعلا تشوف هذا الموضوع مثل ما ذكرت بس هي الفكرة من موضوع الدمج الألكتروني أنه نحن اليوم بعصر التكنولوجي وعصر الإي آي وتطور اللي عم يصير ما عد فيك تبعد كليا أنت عن هذا الشيء وبالإضافة أنه في كتير ناس عم تستعمل هذا الشيء لتعمل موسيقى شرقية بس عم يكون بصورة تجارية وبصورة تعجب بعض الفئات أو بعض الناس الفكرة من ألكتروني مقام أنه بالعكس نحن عم نحيي التراث الشرقي الأصول للموسيقى العربية كيف تتألف وكيف تنعزف بلس أنه يكون في معها يعني نوع جديد من الذوق السمعي الجديد لأنه فئة الشباب اليوم وأغلبيتهم ما عم بيسمعوا موسيقى يعني شرقية نحكي ما عم بيسمعوا الشيء القديم شو هو تراثك شو مثل أي موضوع بيتعلق بالعادات بالأصول نحن العرب عنا شغلة حلوة أن نحب نحافظ على العادات لذلك نفس الشيء بالموسيقى اليوم الهدف أنه الدمج هذا بالعكس حيخلي نوع جديد كتير من الناس وفي كتير ناس بتحب تسمع إلكترونيك ميوزيك بس يعني هي ما بتقرب أبداً لا على الموسيقى ولا هو أذواق بنهاي فهذا الدمج بيخلي الشرائح المتنوعة تقدر تسمع هذا الشيء لأنه هو مثل ما صاره هو موضوعه هو بعض عن اندماج كامل يعني بين ما يعني شرائي كيف أنا بدي أسمع موسيقى شرائية بلغة حلوة جديدة خفيفة يعني ما يكون أنه في ناس ممكن تتمل في ناس ممكن متحب في ناس ممكن فهذا هو الفكرة من الدمج يعني هي أكيد أذواق سنسألكم عن الألبوم يعني حضرة ريف هذا هو عنوان الألبوم ما معنى العنوان وماذا يتضمن مياس على الألبوم نحنا ما ناقشنا من زمان موضوع لوائط محطينا ما ناقشنا هي قولنا ناقش ويمكن مع بعض الحضرة هي الحضرة اللي ما نعرف نحنا باللغة العربية اللي هي الحالة التصوف اللي يكون مجموعة من الأشخاص بيتصوفوا ويتواصلوا مع الخالق ومع الكون كلهم مع بعض ليوصلوا لمكان أبعد من الحياة المادية اللي عايشين فيها وريف من الإنجليزي جاي من اللغة الإنجليزية ريف نتمرد إذا بدك أو نثور على واقعنا هذا اللي عم نعيش فحضرة ريف هو حالة تصوف وحالة ثورة على وضعنا اللي عم نعيش وعم نبدأ في عنا حكي في عنا موسيقى من الأولى من أن نقدمها للعالم فهذه هي ببساطة حضرة ريف وبالإضافة أنه هي مثل ما قال طبعا مية بالمية بلس أنه هي حضرة هي كتير شيء شرقي بحث يعني كلمة حضرة مثل ما قال بالزبط وريف كمان بعالم الإلكترونيك ميوزيك معروف كتير ريف أنه هو الموسيقى الساخبة أو الموسيقى اللي هي تعتمد على الإلكترونيك ميوزيك حصرا يعني نمط هو الريف هو إلكترونيك ميوزيك بلس المعنى أنه هو ضد الشيء أو مثل ما أنا يعني اللي حابب يكسر يعني واضح أنه حتى الإسم سعيتم لأن يكون هناك نوع من الثنائية ما بين يعني الأصالة وما بين المعاصرة لفتني في جوابك يحيى الحديث عن فكرة استقطاب هذا الجيل الجديد يعني واضح أنكما تدركان ما الثيم الموسيقية التي يلتقطها عمليا هذا الجيل ومحاولة ربما تسريب أو يعني أن تدخل الموسيقى والمقامات الشرقية أسفل هذا اللحن الإلكتروني الصاخب الإقاعي يعني هي محاولة عمليا لتسويق المقامات الشرقية القديمة ومقامات ربما هنا السؤال مع أنكما يعني مختلفان كمؤلفان موسيقيان هل تتفقان في هذه البنائية في كيفية بناء اللحن الموسيقي الذي سيندمج مع بعض كيف تتم هذه العملية؟ تمام ليحقا لا أفهم بالنسبة ل سؤال لإثنين يعني وقت مثلا مياس يقلف قطعة أنا ممكن بس اسمع هذا الشيء يتأثر بهذا الموضوع وقدر أعمله على قالب إلكتروني أو نغير فيه ونفس الوقت مياس كمان بنفس الوقت بالعكس يعني ممكن أنا أعمل جملة معينة مياسة يقلبها كيف تكون كشري بقى هو هذا الاختلاف اللي أنت ذكرته هو هذا الشيء اللي خلى بالعكس الاقتراب كتير كبير لأنه لما يكون اتنين بيحكوا نفس اللغة الموسيقية الموسيقية عفوا بالظبط ما عد فيه يعني ظهور لمنتج أو لشيء جديد ما فيه تمرد يعني فيك تقولها هلأ هو التمرد مو على الموسيقى صراحة التمرد غير موضوع بنحكي فيه بالعكس أنت ذكرت شغلة أنا حابة بس عيدة بطريقة أخرى نحن الموسيقى الشرقية ما عم تكون عم تجي من تحت لحد لأ نحن محافظين ونحن واضحين ونحن شرقي كتير كتير استعملنا الإلكترونيك ميوزيك والتكنولوجي الحديثة بالميوزيك بودكشن يعني التوزيع الموسيقي لتقدر الناس برجع بكرر لك تسمع هذا الشيء لأنه جد جد في عنا شريحة كتير كبيرة بعيدة كليا عن الفن الموسيقي أوكي هو مو أنه أنا مهمتي وصل أنه لازم كل الناس تحب الفن لا بس نحن عنا كتير شغلات كتير عريقة وكتير قوية بعالم الموسيقى نحن كشاريين كتير كتير قوية وميز عندك إضافة أكيد أنا بس بدي ضيف نقطة اللي بحكي كمان العلاقة بسؤالكم أنه بالأخير نحن هلأ منعيش ب يعني رنية الموبايل اللي بيأخذ بيأخذ المصعد نحن عايشين ضمن موسيقى إلكترونية هي هي لغة العصر الحالية هي موسيقى إلكترونية نحن هويتنا كعرب نحن نقول اللي عنا فهون عم يصير هذا التقديم فأكيد يعني هي موسيقى تنتمي لهذا العصر مثل ما حكينا أنه بجوز في ناس تقول لك لأ نحن نتمسك بالموسيقى العربية الموسيقى التقليدية الشرقية والمقامات المشكلة الكبيرة أنه نحن ما نعيش بمتاحف يعني نحن صحيح هي الموسيقى هي موسيقتنا ولكن هي موسيقى اللي نعملت بالألف وثمام مية صعب ترجع دولة ٢٠٢٤ يعني هون لا شك أنه الألبوم يمكن يهدف إلى التحديث وكما قلتم أنه يمكن تعريف الجيل الشباب على هذا النوع من الموسيقى سأسألكم عن البيان يعني اللي تحدثت في عن عدة قيم ورسائل يعني وقفة ضد عدم المساواة وهو يعني صوت ضد ضغوط الحياة اليومية يعني رسائل ملتزمة وهي ليست فقط رسائل فنية يعني من هنا كمان يعني حضرة ريف يعني ريف أو الثورة اللي عم تحدثوا عنها أخبرنا أكثر عن يعني ماذا تضمن هذا البيان نحن كمان كأصدقاء غير كمنتجين غير كزملاء عمل نحنا كأصدقاء منعود أهمنا مشترك أهالينا بغير بلدان أنت كل يوم بتفتح تليفونك بتواصل مع مع عائلتك اللي بتحبه عن طريق جهاز موبايل بإيدك بتشعر التلفزيون بتشوف الأخبار اللي ما حدا يقدر تحمل والوضع الوضع العالم بشكل عام فيه ضغط وفيه يعني فيه حالة ضغط عامة نحن عم نعيشها ونحن كمان يعني عنا أطفالنا منشوف كمان شو عم يصير لما منطلع لبره كمان منشوف هذا التصادم الثقافي اللي عايشين فيه اللي نحن مع الأسف لازم يعني طبعا منحارب لنوصل أفكارنا ولكن نحن عايشين بظروف صعبة جدا في حالة عدم مساواة تجاه البشر عم يتم تصنيفهم بحسب أنت من وين جاي وشو لغتك وشو شكلك وشو لونك وتعرفوا أكيد هذا الكلام فنحن لما منعد كأصدقاء منحكي ومنتبادل هذا الحديث هذا كل آياته بالأخير بيطلع بموسيقى يعني نحن الشي اللي نعبر فيه هو موسيقى ما منعرف نعمل شي تاني ما منعرف نعمل أفلام ما منعرف نحن نعبر عن حالنا كأشخاص بموسيقى فهو تعبير عن حالة الغضب عن حالة أنه نحن ما بنا نسكت ما حنقدر ما فينا بس سريعا مشاريعكم المقبلة هل هناك جولة جولة ما مشاريعنا المقبلة في نحن السن الجاي في عنا سريعا لو سمعت سريعا في عنا السن الجاي اطلاق للألبوم حيكون في تور بأوروبا في عنا بشرق آسيا كمان عدة حفلات وهل حاليا نحن مجزين على اطلاق الألبوم لأنه هو ألبوم جديد نزل حيكون في مشاريع كتير فيديو كليبس وعن اكثر مقام كل التوفيق شكرا نتمنى أن نتعرف ربما أكثر من خلال الاستماع وهذه دعوة للمشاهدين ليتعرفوا أكثر على هذا التنائي الجميل الفنان مياس اليماني والفنان يحيى تلو من فرقة إلكترو مقام اشتركوا في القناة